مطر من الأوقات التي يستجب فيها الدعوة كأن أوقات التفضل الله لما بكرمنا بالمطر ويبقى غيث إن شاء الله غيث خير فيبقى الله سبحانه وتعالى خلاص متجل علينا بالكرم وبالفضل والنعمة يبقى دوة وقت بقى تفتح أبواب السماء فيبقى الدعاء هنا مستجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه في الوقت؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو دعاء يخص بالمطر أنه اللهم حوالينا لا علينا اللهم صيب النافع الصيب النافع ده اللي هو إيه مولانا؟ الصيب النافع ده أنه الماء الذي يصيب ولكنه ينفع يعني يجي وهو قاصد النفع للناس فاللي حاصل ببساطة خالص الوقت ده وقت مش انفتاح لنزول المطر الوقت ده هذا الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا بمنانه وفضلي ويذكرنا بحاجة مهمة أن خزائنه ملأة سحاء الليلة والنهار فأنت لما بتدعي في الوقت ده عندك فرصة أن يا ربنا سبحانه وتعالى يشملك بكرم وعشان كده من أوقات استجابة الدعاء نزول المطر ترجمة نانسي قنقر